بعدت بشعر انه سهل جدا ان انا اقصى على ويمكن انا قلت ده مباره وبعيده النهاردة ممكن اقصى على لاعب او اقصى على عنصر من العناصر المهمة في منظومة النجاح في كرة القدم لكن في النهاية ما العنصر ده مكمل وده احد اسلحتك الهمة وزي ما هو يا ما اسعدك وجابلك بطولات هو مكمل معاك لسه ممكن جدا انه هو ما كانش يومه ممكن جدا كانش موفق ممكن جدا اسباب كتير جدا جدا كل حاجة وردة في كرة القدم وغير كرة القدم يعني دايما بحب ايس ورغم ان انا زعلان جدا جدا من امباره وكلنا زعلانين جدا جدا من امباره لكن في النهاية دول ولادنا في النهاية دول ابطلنا في النهاية هم دول رجالتنا اللي يا ما اسعدونا زي كده يعني على نفس التشبيه لما ابنك بتبقى اخطأ او ما كانش في يوم ولا 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 بتبقى زعلان منهم جدا زي ما احنا زعلانين لكن في نفس الوقت ما بتقصوش عليه لانك انت ما انت هو ابنك وهو المكمل معاك للنهاية وعايزه تبقى في افضل حال وبيبقى هو في وقته معين محتاج ان انت تقب بجنبه وتدي له دعم المعنوي وخاصة هو دخل على امتحان لو احنا بنتكلم على الابناء في البيوت على العيب وهو دخل في مباراة مهمة بطولة مهمة دوري ابطال افريقيا من وجهة نظري من الحاجات النفس ومعشوق كل العشاق الفنين للبيضاء انها تعود تاني للنادي زي ما لك بعد فترة طويلة من الغياب واحنا دخلين في بطولة جديدة اخدنا دوري مستمعين الماضيين واكتر من بطولة كاس مصر لكن وحشنا دور ابطال افريقيا طبعا انت برضو دي حاجة بتتوج بيها دوري وبتتوج بيها الكاس بتتوج بيها مجهودك الكبير بطولة افريقيا من البطولات اللي كل الاندية الافريقية بتسعليها النادي الزي مالك محتاج يرجع عودة لمنصة التتوج مرة تانية يا كابتن خالد اتمنى ان شاء الله ان احنا زي ما احنا قلنا ان اولادنا نقف جنبهم في الفترة ديت ناخد بيديهم لان دايما هم محتاجين في الوقت ده محتاجين يعني ان احنا نسعيدهم محتاجين ان احنا ندعمهم معنويا لان الحالة المعنوية يعني احنا بنشوف في الجيش بتاعنا كابتن خالد في عندنا هي التعباء المعنوية يعني ده ده حاجة اه لا وفي دايما احنا كنا بنقول كده في منتخب مصر وانت لعيب منتخب مصر وهدف منتخب مصر ومدرب لمنتخب مصر اه لا صوت يعلو فوق صوت المنافسة لا صوت يعلو فوق صوت البطولة لا صوت يعلو فوق صوت المباراة القادمة يوم الجمعة انا اقصد ان ايه ان في قوات مسلحة في الشؤون المعنوية طبعا الشؤون المعنوية ده مهمة جدا جدا يعني لان لعيب الكرة ده حالة مزاجية يعني الراجل بيلعب بالحالة المزاجية والحالة العصبية لو الحالة المزاجية مع الحالة العصبية لان انا انا بفكر كويس أنا عندي مسارات عصبية بتوصل للأعضاء بتاعتي إيدي ورجلية ودمار وجسم كله في مسارات عصبية بتوصل لو أنت عندك الخطوط دي فيها كلاكيع أو فيها الزلط ودبش فالمسار هيبقى العربات مش هتمشي الإشارات اللي بتروح للرجلين وهيبقى فيها ترددات هيبقى فيها لا أعملها ده أنا خايف ده مش عارفية هتلاقي اللعاب بيبقى بيفقد مثلا 70-80% من أداؤه لكن لما بتبقى الحل المزاجة مش فيه وقت كده يقولك إيه لا ده النهاردة الغزالة رائعة النهاردة الجينية عالية ليه بقى؟ بيبقى الحل المزاجية بتبقى كويسة فبيتصرف تصرفات هادية بإشارات عصبية متزنة فبختار القرار المناسب في الوقت المناسب وبتحرك تحرك في وقت مناسب لأنه كرة القدم بتفكر وبعدين بتبدأ العضاء تساعدك على التفكير ده زي ما احنا بنتكلم زي ما قلنا برضو العلوم اللي هي برضو بنستخدم العلوم المحيطة بكرة القدم فانت لازم تفكر كويس ولعب الكرة كمان فيه حاجة مهمة جدا لازم خلال الاسبوع يعني أنا من النهاردة هفكر في المباراة اللي جاية بشوف الفرقة اللي هلعبها شكلها إيه بفضل أفكر طول الاسبوع وبحضر ذهني طول الاسبوع إن أنا هعمل إيه يوم الجمعة اللي جاية وأنا نايم بقعد أتخيل الملعب بتخيل زميلي بشوف أنا هعمل إيه يوم المتش بشوف لو جات للكرة هنا وانا نايم يعني وانا مغمد عينها كده دم السيناريو بعمل تخيل بعيش المباراة طول الاسبوع وليلة المباراة أنا كنت أنا ليلة المباراة بخد لي مثلا حوالي ساعة أو خمسة واربين دقيقة بخد لها كده مغمد عينها خالص وبعيش المتش في خيالي لو جات للكرة من هنا هعمل إيه لو جات للكرة هنا هعمل إيه لو جات للكرة في الحتة دي هعمل إيه بقى محضر شغلي عارف الطالب اللي بيذاكر بيحضر الدرس بتاعه اللي هو هينقش بكرة هي كده بالزبط فبنزل الملعب بلاقي الدنيا سهلة بلاقي الكرة سهلة بلاقي الأمور سهلة ترجمة نانسي قنقر